موسيقى ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا موليد بورج العقرب موليد بورج العقرب النهاردة ان شاء الله عدنا معا الاراية العطفية بتاعتكو لنهاية شهر فبراير بسم الله موليد بورج العقرب حبايبي بورج العقرب هسيبلكو رابط الاراية العامة لشهر فبراير المال والعمل والصحة والعاطفة في اعلق الفيديو تقدروا تشوفوه في اي وقت كل الابراج رابط محفظة الفيديوهات كلها ويلا دلوقتي اه اسحب كرت لطاقة بتاعتك وبعدين طاقة شريكة من يتي اسحب اول كرت لطاقة موليد بورج العقرب بسم الله موليد بورج العقرب ازا كنتوا عزيب فشايفا آآ كأن في ارتباط ليكو حيتم عن طريق الصدفة يعني آآ طاقتكو الفترة دي هتبقى صدف صدفة في الحظ صدفة في الحبيب صدفة سبحان الله يعني كأن الأحداث هتمشي معاك بالصدفة بس هتبقى لصالحك وكأنه في حلم في حياتك او حاجة بتحلم ديها من زمان نفسك تحققها هتحصل عن طريق الصدفة آآ شايفا عندك اهداف كتير في حياتك آآ بتحضر لها وهتحصل ولكن كانت الفترة اللي فاتت بتحصل حاجات في النص توقف لك الدنيا بس لا المرة دي الحظ معاك وصدفة معاك ولكن الصدفة مع السعي بيحققوا نتيجة اكبر وشايفا انه امورك كلها بتمشي حتى هتحصل في حياتك حاجات انت مكنش متوقعها وهتحصل لصالحك آآ عاطفيا شايفا انه ربنا هيحطك قدام الشخص المناسب في الوقت المناسب يا اما الشخص اذا انت قابلته او هو هيدخل حياتك الفترة دي آآ سبحان الله من غير تخطيط آآ في حد مهم هيدخل حياتك وهيكمل معاك حد عايز يعني يرتبط بيك و آآ انتبه يعني كارتب ينصحك انتبه للعلامات اللي هتحس بيها او اللي روحك هتحس بيها الفترة دي لانه العلامات دي هي اللي هتدلك على الشخص الصح او على الطريق الصح يعني بمعنى اصح ممكن يحصل في حياتك حاجات حلوة الفترة دي بس هتشوف فيها علامات ليها علامات رؤية معينة هترتاح نفسيا هتشوف ريشة في السماء مثلا هتحصل حاجات حلوة في حياتك الفترة دي وهتبقى يعني هتتدخل فيها الصدفة بطريقة كبيرة هتحط نفسك او انت هتبقى في المكان المناسب ومع الشخص المناسب شايفة الامور بتمشي لصالحك شايفة الحظ يعني بيبتسم لك والنصر والنجاح حليفك يا برج العقرب وشايفت كنت بتقول او كان في حاجات في الماضي نفسك تحققها وما تحققتش بس هيبقى دا الوقت المثالي انها تتحقق فيه طيب خليني اخد كارت لشريكك خلي دا هنا ونشوف شريكك يا برج العقرب بسم الله طيب دا كارت اصطاقة بتاع الشريكك الكارت دا بيقول لنا ايه بيقول لنا ان الشخص دا اه اللي هيدخل حياتك او اللي هو قصم في حياتك اه شخص كويس شخص مبارك اه ودي حاجة يعني هبة عنده هبة يعني موهبة ما حدش يعني بيعرف يوصل الله دي تبقى حاجة اللي هي هيدخل حياتك حد دا بالذات لو انتو عزاب والشخص دا هيتدخل في حياتك او هيدخل في حياتك اه الهيا من عند ربنا طبعا دخوله في حياتك وانت هتحس بالبركة في حياتك مع دخول الشخص دا وهتلاقي الاحداث مشت بسرعة وهتلاقي على وش الشخص دا عندك بشكل كتير بتتحل عندك امور كتير بتمشي لصلحك اه العلاقة بينكم هتبقى اعمى ويكون فيه ارتباط رسمي اه مكدس علاقة زواج مكدسة بينكم انتو الاتنين و هيكون فيه بينكم اتحاد ربنا هيبركو و شايف العلاقة دا تبقى جميلة جدا وهتحول حياتكو تحويل جزري والاهم من كده انه اه انت هتحس بروحها نفسية وهو هيحس بروحها نفسية من ناحيتك و وشايف حياتك بتتجدد حتى لو شخص دا في حياتك فحياتكو بتتجدد و وشايف الشخص دا هيبقى سعيد ومبسوط معاك يعني لو انتو اصلا في علاقة فانا شايف الصعوبات بتمر والعكبات بتمر و وشايف المشاكل بتختفي من تلك نفسها فخليك جاهز يعني لو انتو في علاقة فخليك جاهز ان المشاكل بتنتهي من حياتكو ان شاء الله ربنا هيبارك العلاقة بتاعتكو دي ولو انتم منتظرين حد جديد فيه حد جديد بيدخل حياتكم والحد ده يعني جاي سبحان الله كده يعني كأن المقابلة هتيجي صدفة إلهية طيب تعالوا كده نشوف كروت التارد هتقول لنا إيه بسم الله ورغمي بي سوري برج العقرب مش عارفة اللي قلت برج الميزان ممكن يكون الشخص اللي في دماغكو ده برج ميزان يلا برج العقرب خليني أقول لكم الأبراج اللي زهرة قدامي وبعد كده ندخل في القراية عندوك برج الحمل برج الأسد برج القوس برج السرطان والعقرب والحود وبرج الدلب والحمل والأسد طيب موليد برج العقرب أنا شايفة الأيام دي في حد بيمدلك يد المساعدة وعايز يبدأ معك بدايات جديدة والحد دي موجود في حياتك مش حد جديد وهو عايز يبدأ جوه العلاقة دي بداية جديدة ومدد لك يده بالجديد بقى وبالخير وكأنه عايز يجيب لك هدية عايز يصالحك عايز يرديك عايز يجيب لك هدية سهير شايفة اللي علاقة فيها شوية التوترات وكأنك هتكتشف حقيقة معينة عن شخص معين مش شرط يكون الشخص اللي احنا قلنا عليه بيمدلك يد المساعدة بس شايفة في حد في حياتكو بتنهمها علاقة في علاقة بتنهار شايفها قدامي هتكتشف فيها خداع هتكتشف فيها سرقة هتكتشف فيها الشخص ده كان مخادع الشخص ده مش شرط يكون حبيب بمكن يكون حد في حياتك بس انتبه من حد عايز ياخد منك مال او فلوس ويدحك عليك فانتبه من شخص مخادع في حياتك يا برج العقرب شايفة للمنفصلين فيه لم شم وشايفة فيه طاقة تمسك كبيرة بيك من ناحية الشريك شخص متمسك بيك جدا وغيور عليك جدا 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 يا برج العقرب ويمكن اغلبية المشاكل بسبب طرف تالت اللي حصل بينك وبينه فيها نوع من انواع الغيرة وكأنه فيه رحيل من علاقة او انتوا رحلتوا اصلا من العلاقة دي بس شايفة فيها عودة فيه فرصة حلوة جايلكوا الاسبوع ده حاولوا تستغلوا فيه فرصة للمصالحة فيه امر بيزعى على العلن فيه حاجة بتطلع للعلن فركزوا في الناس اللي حواليكم ما تقولوش اي كلام ما تش عايزين حد يعرفه عشان انا شايفة فيه امر بتكشف على العلن فيه حد كأنكم تستشروه حد اكبر منكم شوية بتستشروه في امر يخصكم امر عطفي وفي عند البعض منكم شخص جديد يعني الشخص ده خلينا نقول مواصفاته شخص رازين شخص كلمته واحدة وناوي ارتباط مش داخل يتسلى لأ ده حد ناوي ارتبط وشايفك انت المصدر او عليه وشايفك كأنك عندك مناسبة ان شاء الله سعيدة في خطوبة او زواج وفيه يعني لم شمل ان شاء الله وفيه ارتباط ارتباط رسمي برج العرب فان شاء الله فيه ارتباط رسمي وهتكونوا يعني داخلين للعلاقة دي وانتوا مبسوطين الشخص ده شايفك نجمة في السماء وشايف ان انت حد اعلى منه وحد يعني هو بيتمنى لك رضا ترضا وفيه اكتشاف طرف تالت ورحيل طرف تالت من حياتكم كان بيوقع بينكم يا برج العرب طب خليني اشوف لكم كروت الرومانس بسم الله تسحب لكم كارت بصوا اه في مشاكل او في حاجة تحصل بينكم وبين اه شخص سببها الفلوس في حاجة تحصل ما يكون اسبوع ده بسبب الفلوس سواء مع حبيب او مع زوج كأن حد عايز يرتبط بس منع الفلوس او كأنك طالب طلب من حبيبك او شريكك ومش عارف يجيبه بسبب قلة الفلوس فحاولوا ان انتوا يعني تمشوا الامور وما تدققوش علشان الشخص ده فعلا هو مش معا فلوس هو مش بيقول لك كده ولكن اه حاولوا ان انتوا تمشوا الامور نصيحة الكروت ليكو والامور هتمشي لصالحكو بازن الله حبايبي برج العقرب دي كانت قراءتكو اتمنى يا رب القراءة تكون عجبتكو ولو سمحتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بي اشعار واللايك والشير علشان كل مواليد برج العقرب يشوفوا الفيديو وشوفكم الفيديو جديد يا برج العقرب اشتركوا في القناة